فيها عندنا تسع لعابين من الفريق الأول لكرة اليد انضموا لمنتخب مصر لكرة اليد هبتدوا معسكر من النهاردة المعسكر أو من المبارح بتدوا المعسكر هيستمر لغاية البطولة مفيش بقى فك المعسكر عندنا تسع لعابين انضموا هم محمد عصام الطيار عبد الرحمن حميد أحمد الشام سيسة عبد الرحمن فيصل إسلام حسن إبراهيم المصري أحمد عادل محسن رمضان عمر سامي دول التسع لعابين اللي انضموا لينا عايز أقول لكم ان المنتخب عمل مسحة كمان يعني عشان ينضموا اللعبة تماما نقول لكم الأخبار بتاعت المنتخب ولكن في الأخبار المحلية وعمل المسحة وانضموا ودخلوا طبعا لمعسكر مغلق جانب هم اتمرانوا في استاد القاهرة لأن خلاص البطولة في استاد ومتشطنا في الاستاد وبدأوا انضموا في دخلوا معسكر مغلق في أحد الأتلات القريبة من الاستاد وبدأ الاستعداد والتمرين طبعا مع قيادة المدارب الأسباني روبرتو جارسيا وعايز أقول لكم انه يعني اللعيبة زي ما شفنا اسلام حسن كان معنا الحلقة اللي فاتت اللعيبة مع عهدين نفسهم مع عهدين جمهور مصر كله على أداء كسعالم كبير ونتمنى ان شاء الله التوفيق ونتمنى ان شاء الله نوصل قبل نهائي ونهائي بإذن الله هنروح لسيدات كرة اليد بقيادة كابتن ناحية يوسف يستعدوا بقوة للقاء نادي المعادي الحقيقة الفريق ماشي كويس 36 نقطة العلامة الكاملة من 12 مباراة يمكن هيرجعوا بقى تاني يلاقوا بعض الفرق اللي كنا قابلناها قبل كده المعادي طبعا كنا قابلناها قبل كده ماشيين كويس قابلناها في بطولة المنطقة باعتذر يعني هو مش في الدوري ولكن الدوري المعادي أول مرة نقابله احنا ماشيين بنقابل كل الفرق 36 نقطة الحقيقة فريق ماشي كويس جدا ما شاء الله فينا عفسهم بيشتغلوا اتمنى ان شاء الله السنة دي نرجع للمركز الأول يعني كما عاهدنا الجولة اللي 14 من الدوري احنا باي ما عندناش مباراة وهنرجع تاني نعيد المباراة دلعبنا الرائح هنلعب تاني الراجع بإذن الله طيب هنروح لكرة السلة رجالي كان عندنا تلات لعبين بيلعبوا مع منتخب مصر في اسكندريا الكرة السلة كان عندنا إيهاب أمين عمر الجندي وعمر طارق هينضموا خلاص للمنتخب رجعوا من المنتخب تمرين نادي الأهلي رجعوا من المنتخب خدوا راحة هينضموا طبعا لفريق النادي الأهلي هيبتدوا تمرينهم يوم الجمعة وكان طبعا منتخبنا فاصف التصفيات دي تصفيات دي فالتصفيات المنطقة الخمسة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا كان معانا أوغاندا ورأس الأخضر المغرب والحقيقة المنتخب فاز بالتلات مباريات يعني بنتيجة مرتاحة وطبعا في جولة تانية أو ويندو تاني هيتلعب للمنتخب عشان يروح بطولة أفريقيا بس بالشكل العام كده الحمد لله نسبة كبيرة جدا منتخبنا تأهل لبطولة أفريقيا ولولي لعبتنا الحمد لله على السلامة إن شاء الله ويقدوا أداة كويس عندنا يمكن بعد العودة مباريتين مهمين مع نادي الزمالك يوم 17 و19 ديسمبر اتحددوا دورة 8 من دور المرتبط وتحددوا هيتلعبوا خلاص يعني جلنا الأخبار قبل الحلقة على الأطول هيتلعبوا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يوم 17 ويوم 19 مباريتين مهمين والعودة هتبقى زي ما قلنا بشكل مباراة قوية فلازم الاستعداد يكون كويس وأكيد كابتن أشف توفيق هيحاول يعمل مباراة مباراة ودية عشان يرجع بالفريق تاني لمود المباراة مباراة مهمة جدا 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 هنروح للتنس ميار الشريب بنت النادي الأهلي بقت في المركز المية 28 عالمية انتم تخلين يا جماعة طيب قبل ما روح قبل ما روح لمحمد قبل ما روح لميار الشريف هنروح للكرة الطائرة الرجال خلينا أقولكم لميار الشريف دي بس بعد الطائرة محمد كابتن محمد بسال حميدو مدير فن الكرة الطائرة صرح لنا تصريح وكاننا بنتكلم معاه عن الفرقة واستعداداتها قال ان الفريق جاهز عشان يحقق كل البطولات سواء المحلية والعربية والأفريقية وقال انه فريقه بدأ الاستعدادات من يوم 7 أكتوبر اللي فات وده بعد ما عمل الفريق برنامج بدني وفني قوي وقال كابتن محمد بسالح في ميدو ان فريقه بيدم كتير من اللعيبة المميزة وكمان دعمنا دعمنا صفوفنا بالمحترف الكندي رايموند وعندنا عدد كبير من اللعيبة الصعدة والأهلي كمان أكد وكابتن محمد بسالح ان في عدد من اللعيبة طلعوا اعارة يعني لعيبة يستحقوا يكونوا في الفريق الأول ولكن زي ما قلنا لكم عندنا لعيبة اكتار ما شاء الله كويسين فالحقيقة طلعوا يوسف الصافي يوسف مرجان عمر زكريا وعمر أكرم طلعوا النادي بترجيت اربع سنة او طلعوا الاربعة النادي بترجيت اعارة وتحت عين كابتن محمد مصالحي هيستدعي طبعا اي لعب من دول يظهر بمظهر جيد ويبدأ يدعمه تاني ويرجع لنادي الاهلي بيته من أوله جديد ونادي طلع الجيش ايضا دعم دعم تم الدعم بلعيبة من عندنا من اللاعبين دول تمام وقال ان المنافسة السنة هتبقى جمدة خاصة طبعا الزمالك واسموحة تحت اسكندري والطيران وطلعاء الجيش عاملين فرقة كويسة المنافسة هكون قوية زي ما قلنا لكم ان في انتخابات 11 ديسمبر فالدوري مش هيتعمل قبل الانتخابات هيجي اتحاد جديد للكرة الطائرة بعد الاتحاد هبتكي تشكل اللجان يعني اقول يناير ممكن يتم استقناف دوري للكرة الطائرة الحقيقة الموضوع يعني صعب كابتن محمد بصالح يميده عشان الرتم اللي طالع نازل وما فيش انتظام بسبب الانتخابات نتمنى ان شاء الله لمعادلة الدوري ما حصلش انقطاع تاني لبطولة الدوري